مرحبا بكم مشاهدين الكرامر سنقرار في قناة سارة انجليش ومرحبا بكم في درس جديد والدرس الدياننا اليوم هذي يكون مقرار gateway to english page 109-110 هذي اندرو الدرس الدياننا اليوم وعلى الgrammar relative clauses نبدأ بالتمرين الأول نقرأ الانترس الديان يعني اعطونا واحد التكست سوف نقرأه ونجاوبه على هذا السؤال why do you think شعبية's paintings were mainly about rural life اذا معلاش كنتعتقد ان ذلك الرسومات اللي كترسم الشعبية طالها هما أساسيا كيهدرو على بزاف بزاف البايتينز ديلها ليدة ديلهم كيهدرو على المرأة الريفية او للقاربية not all artists who become famous have spent years studying يعني ماشي قاع هادوك الفنانين اللي ولوا مشهورين يعني دوزوا بزافت سنواتهما كيقروا شعبية طالل who started painting when she was still a young girl زي مشعبية طالل اللي بدات كترسم منين كانت باقة درية صغيرة never had an art course معمرها مادرت واحد معمرها مادرت شي درس نتاع والمقرات في لاغ زي معمرها مقرات الفن she was born in شتوكا كانت زادت في شتوكا small village نير الجديدة واحد الفيلاج صغير حدا جديدة في المغرب she got married at the age of 14 زوجت في 14 عام before she became a widow at 15 وفاش بسات 15 عام ولت أرمال يعني توفى لها زوج ديلها her realistic and simple paintings يعني هادوك الرسومات اللي هما هي realistic واقعية و simple بسات which depicted the moroccan rural life يعني كتعطينا واحد ليماجن تاع المرأة المغربية القاروية have been praised by critics and art admirers alike يعني هادوك اللي كيكون عزيز عليهم لاغ بالزاف الفن بالزاف وايضا دوك المنتقدين او لناقيدين بحالا قلتي praised هادوك شي اللي كتدير يعني بدحوه بزاف على انه شي حاجة زوينة زعمة so the people who appear in her paintings are mostly women هادوك الناس اللي كيظهرو في دوك الرسومات ديالها غالبا كيكونوا نساء this energetic woman هادو المرأة اللي فيها طاقة who lived to be 85 لندها 85 سنة continued to create works of wonder and charm until shortly before her death يعني استمرت انها كتدير واحد العمل اللي هو زوين حتى قربت تقربت تموت الشعبية هو painted without any formal training يعني رسمات بلام يكون عندها حتى شي تدريب remains one of the 20th century's most famous primitive artist يعني ظلت انه هي تكون اكتر واحدة مشهورة في القرن العشرين كوحد لاختيست اللي هي بسيطة شوفوا التمرين بي read the text again underline their relative clauses and copy them below relative clauses هو دك شي اللي كيتبع هادو اللي عندنا على الليمن and now which who that whose which نديروها لغير العاقل اوكي يعني سوى animal سوى object who نديروها فقط للاشخاص بنادم فاش كان بغيرو نوصفوه بنادم او لا نضيفو عليه واحد المعلومة واحدة اخرى سواء كانت مهمة سواء ما كانت مهمة في text او لا باش توضحنا المعنى ديال الجملة اللي بغينا نديرو that نديرو فيهم كاملهم who ولا which يعني سواء مثلا كان من المفروض انك تدير who ودرتي that عندك صحيح كان من المفروض انك تدير which ودرتي that عندك صحيح يعني اللي تلفتي معك شانجل وغادي تدير كتب that وغادي تهن طبعا تحالي اللي كانت عندك كاختيار في الجملة who who هي بحلقة لنا الملكية بحلقة لتيك نقول هاداك الكتاب لديال مثلا احمد سو مثلا او لا مثلا مثلا اعطيكم مثال امينا whose dress is red is my friend يعني امينا ولا the girl هاديك البنت اللي اللبسة ديالتها بالحمر راها صديقتي اوكي سو ايدا اشنا هما relative clauses relative clauses فاش كان هضرو على مثلا عندي which ودك شي اللي تابعها هادو هما كيتما relative clauses كيقدر يكونوا مهمين وكيقدر يكونوا ماشي مهمين في الجملة احنا غادين نشوفوا هاد شي من بعد ماذا احنا غادين خرجوا من التكست هادوك ال relative clauses اللي عندنا اول وحدة عندنا هي who become famous لا نفع الجملة تقريبا اللولانية not all artists who become famous وهذه هي who become famous هي relative clause two who started painting when she was still a young girl تالتا which depicted the moroccan rural life four who appear in her paintings five who live to be 85 six who painted without any formal training هادي اخر وحدة عندنا ما عندنش سبعة مشوا التمرين الاخر with your partner study these explanations then say whether the sentences below are restrictive or non-restrictive clauses اولا هادروع الى الخصائص انتع وحط ال clause اللي كانقولو انها restrictive كتكون يعني restrictive clauses are indispensable to the meaning يعني لا غناء عنهم يعني شي حاجة ضرورية باش يكملو لنا المعنى انتع الجملة restrict or define the world they modify عدنا واحد الكلمة سوى person سوى object سوى animal اوكي هادك ال relative clause اشنو كتدر لنا بحالة قلتيك كتوصف لنا هادك الكلمة كتعطينا معلومة عليها يعني هي ضرورية انها تكون في الجملة بلا بي احنا ما غنعرفوش مثلا بحالة قلتلك هادك الدري الصديق يعني مثلا عندك بزاف دراري مستفين تماما محطوطين واحد فيهم لابس اندادر يعني لاجي تكتلك هادك الدري ولا هادك الدري اللي لابس اندادر راح صحبتي واش بحال اللي قلتلك هادك الدري راح صحبتي يعني ضروري خصك ما بين هادوك بزافت الدريات خصني انا حددتلك شكونا هي بالضبط فيهم اذا مثلا هو ويرز غلاسز اللي لابس اندادر او اللي لابس اندادر هادي ريستركتيف بروز يعني ضرورية باش انك تفهم على اش من بخصون انا كنهضر لك عليه ولكن الا كانت مثلا في واحد البيت فيها ثلاثة انتاعت الناس مثلا انا ومثلا انتا والصديق ديالك واحد شخص واحد اخر صديق كما كيعرفو شو قللي هادك صديق ديالي دونك ماشي مشكيل بتواكن لابس اندادر يقدر يكون لابس اندادر الا قلتي لابس اندادر ممكن ما نقولوهاش لانه هو اصلا بوحد اللي كان في ديك البلاصة اللي انتو مياه فيها ثالث حاجة are not used between commas ما كيكونوش بين جوج نتاع ال commas بين جوج الفاصيلات كيكونو ضروري كتكون جملة واحدة فيها الدكش اللي فيها عاد restrictive clause non restrictive clauses شنا هما العكس تماما تعدكش اللي قلنا في اللوي ماشي مهمين باش يكملونا المعنى نتاع الجملة يعني شي حاجة مزيانة ولكن ماشي نسي سيغ يعني are interesting but not necessary ماشي ضروري انك خستك تكتبهم do not restrict or define the word it modifies داك الكلمة اللي هي كت اللي مثلا كتوصف بحالة ماشي ضرورية باش ان هذا ما كتضيف لنا واحد المنلومة اللي هي ضرورية ممكن تكون شي حاجة غير سانوية زدك معلومة اضافية فقط are used between commas كتكون بين جوج ديال الفاصيلات نشوفو عندنا هنا بعض ديال الجمل احنا غد نشوفو اش هما restrictive ولا non restrictive clauses our government has decided to give a chance to highly skilled people who returned to the country to exploit their potentials يعني الدولة يملك الحكومة قررت باش تعطي واحد لشانس لهادوك الناس اللي هما highly skilled عندهم واحد مهارات بزاف اللي ارجعوا الدولة ديالتهم باش بحالة قلتي باش يستطمروا هدوك الpotentials ديالهم الامكانيات ديالهم هنا فينا هيا sorry فينا هيا relative clause relative clause هي who returned to the country واش مهمة هدو الجملة ولا لا واش مهمة المعنى ديالتنا يعني واش هدو الحكومة هدي اعطات لها شانس قاع هدوك الناس اللي هما عندهم مهارة ولا هدوك الناس اللي عندهم مهارات عالية اللي رجعوا البلاد ديالهم بالضبط ماشي اللي ساكن ديالت فالبلاد اذا هنا اولا كان اللحظو ان ما كينش بتوين two commons ما عندناش الفاصيلة ما كيناش بين جش الفاصيلة اذا هدي اوتوماتيك مورا ريستريكتيف كلاوز ضرورية في الجملة كتكمل لنا المعنى كتعطينا بالضبط اش من highly skilled people ماشي اي وحدين فيهم ولكن هدوك هدوك اللي رجعوا للدولة ديالتهم مصطفى who owns a well renault restaurant in واشنطن دي سي ما عارتش نقصده في دي سي شي بلاست في واشنطن expresses his willingness to invest a considerable account of money in the country هنا اوتوماتيك مور كتلاحظو انه عندي who owns a well renault restaurant in واشنطن دي سي هدي بين جش الفاصيلة اذا اوتوماتيك مور غتقولو انها non restrictive clause three the building which caught fire in paris last night was inhabited by a large number of elderly people يعني هذا البناية اللي البارح كانت شعلت فيها العافية في paris was يعني كانت مسكونة من طرف واحد نوبغ كبير من الناس اللي كبر في لاش دي الهم اذا هنا كان لاحظو اول حاجة لاحظو ها ما كان between two commons يعني which caught fire in paris last night يعني هدي ضرورية علش لانه لانه لقلت the building was inhabited by a large number of elderly people من فهماش الجملة اش من restrictive clause ضرورية for students who have got their french visa will be able to study in france in adequate conditions يعني هادوك تلامد شمن تلامد بالضبط هادوك اللي عندهم الفيزا ديال فرنسا هما اللي غادي قدر يمشي بقراء فرنسا في ظروف ملائمة اذا واش هنا إلا قلت غير students وقلت will be able to study in تلامد غادي قدر يمشي ويقراء فرنسا ولكن لا هندي أنا فقط تلامد لعنهم الفيزان تاع فرنسا إذن هادي restrictive ضرورية لإنها إلا ما كانش غادي تبدل المعنان تاع الجملة كامل 5 dress sherabi who was considered the father of the modern Moroccan novel is the author of the simple past يعني هاد dress sherabi بحال اللي قلتي تعتبرها هو الاب بنتاع الروايات المغربية العصرية is the author هو الكاتب بنتاع the simple past واحد الروايات متى the simple past إذا هنا إحنا أصلا إلقلنا dress sherabi غادي نعرفوه شكون هو ممكن ما تكون عرفوه لك اللي اكتبتي في جوجل بحال شخص معروف اسمي وكنية يعني هو author يعني كاتب بنتاع the simple past إذا ما شي مهم هاد المعلومة اللي تضافت عليه وأصلا من ديورة بين قوسين إذن بين صور بين جوجل القمز إذن it's non restrictive clause مشي والتمرين الآخر عندنا read the grammar summary and decide whether the following relative clauses are can be omitted or not put the ones that can be omitted between brackets anyway معروفين بينين ما كلش نديرون between brackets يعني قليك نقرأ هاد الجمل هادو وغادي نشوفوا فيهم هادو relative clauses وغادي نقولوا وش ممكن اتحيدو هي can be omitted وش ممكن اتحيدو يبقى المعنى الجملة هو هادا ولا لا ولا ما يمكن ش نقرأ اللي والان هي the moroccan community which lives in the american continent has already developed a working plan for the improvement of investment in our country اذا هنك اللحظو انا ممكن between two commas اذا automatic مو يعني انها مهمة باش تكمل لنا المعنى انتع الجملة اذا هنك can't be omitted the minister who met representatives of moroccan communities living abroad promise to facilitate investment procedures يعني هادي شنو عنا ايضا عنا ممكن نش فيهاش جوج نتاع القمز يعني ذاك الجملة اللي فيها who who met representatives of moroccan communities living abroad هنا ما عندي ش واحد باش كنعرفوها بعد امتك تسالي هو فيش كتلقو verb اوك living abroad promised اذا هنه promised هو verb اذا اغنحبسو هنا يا فهمتو هادي نديرو who met representatives of moroccan communities living abroad هادي هي لكتمنى ب restrictive clause ضرورية في الجملة اذا هنه ما يمكنش لها التحيد can't be omitted ثري ساليم خاليل who left his country in the search for appropriate environment to fulfill his project etc etc كالقو انا عندنا مين كينا لديك who فاصلة وفالاخر نتع biology كينا فاصلة تهية اذا هادي non-restrictive clause ماشي ضرورية في الجملة اذا can be omitted تقدر تحيد ماشي مشكل can't be omitted 6 6 I cannot I cannot forget the song which they played last night يعني إلا قلت I cannot forget the song وحبست شمن أغنية اللي ما تقدرش تنساها إذن ما كاملش لي المعنى دي الجملة إذن ضرورية restrictive sorry restrictive clause ضرورية خاصة تحضر إذن can't be omitted شوفوا التمرين الأخر قالوا لنا a relative pronoun can modify either a subject or an object إذن هذي relative pronoun تقدر تعرف لنا أو تقدر توصف لنا يا إما السيجي ويا إما الأوبجيكت say whether the following غنشافو كيف say whether the following relative pronouns are subject pronouns ولا object pronouns إذن هذو relative pronouns who which whose or that راح يقدروا يقدروا يكونوا بحلقة التي كيعرفوا لنا السيجي الفاعل أو كيعرفوا لنا المفعول به نعطوا مثال نشوفوا هالجومة اللي اعطونا number one do you know the girl who ولا whom هالجلتيك كتوصف لي أو كتعرف لي the girl يعني subject ولكن اللي جيت وقلت لكم the girl the girl whom I study with the girl whom I study with إذا هنا هذي هوم كتعود على the girl ولكن ما شي ك subject but object لما نشوفوا هنا في هذه الجملة do you know the girl whom I danced with يعني هذه الدرية اللي أنا مثلا اشتحت معها أوكي يعني بحالة قلتي I danced with the girl يعني فاش كترجع جملة عادية مثلا I danced with the girl كتبلي the girl هي object إذن هذي هوم ما غديش ندير هوم لأنها it's an object pronoun it modifies an object إذن كنختار هوم كتبلي نام أو هي object pronoun do you know the girl who danced with me أول whom danced with me مش كتعرف هذي الدرية اللي شتحت معايا إذن هي كتبلي subject إذن أنا كنهضر على ذي البنت كالسيجة يعني هي اللي دارت واحد الفعل هي اللي جات وشتحت معايا ماشي أنا اللي مشيت وشتحت معاك إما قالت في الجملة اللولانية إذن هن هن كندير who وكتبلي لنا subject pronoun three the apples that are laying on the table are bad يعني هذو كتفاحات لي محتوطين فوق من طبل خيبين إذن هذي كذات شنو كتتقصد لنا شنو كتتمودي في لنا كتتمودي في لنا the apples the apples هن دور عندهم هما subject إذن subject pronoun for the apples that we both in the shop are bad يعني إحنا مشينا الشوب شرينا الأبل شرينا التفاحات يعني هذو التفاحات اللي إحنا شرينا هم من the shop are bad إذن إحنا بحلقة لنا إحنا مشينا وشرينا التفاحات إذن التفاحات وش هو مفاعل أو المفعول به التشراوي نحن شرينا هم إذن ذك that modifies لنا the object اللي هما the apples كي لعبو دور object هنا كيتسمى object pronoun 5 هنا فين غا تلقوا المشكل غا تلقوا المشكل بطبيعة حال إلا ما كنتوش كتفرقوا ما بين subject والobject هذا هو المشكل اللي غا تقدر يكون عندكم نقدر ندير شي فيديو واحد آخر إلا كتبغيتو ديروا commentaire لتحت إلا بغيتو ندير لكم فيديو على كيف تفرقوا ما بين subject والobject 5 we will stay at a hotel which is not far from the beach يعني إحنا غاد نقلس في واحد لوتين اللي ما بعيد على الشاطئ إذا محل جينا نقول the hotel is not far from the beach إذا هنا the hotel كتكون لنا subject إذن which modifies the subject هي subject pronoun ولكن السادس we will stay at a hotel which my friend has recommended to us إذن بحلق لنا الجملة my friend has recommended a hotel to us إذن the hotel كي يرجع لنا object في هذا الجملة إذن which modifies the object إذن هي object pronoun كما قلت لكم الحاجة اللي ما غادش تكون كتفهم هاد الهضر اللي كنقول ها هو لما كتوش عارفين تفرقون بين subject object بالنسبة للناس اللي عارفين فرقون بين subject وال object كان انهم غاد يكونوا فاهمين هاد الهضر اللي كنقول بكل سهولة لان هذا الدرس سهل بزاف وخاوك وعود ثاني نعود لكم بغيتوا مني ندل لكم فيديو كيف اشتفرقوا ما بين subject وال object ديروا كومنتر وغاد نديروا آخر درس put the ones that can be omitted between brackets اذا سننشوفوا واش في هاد الجمل هادو relative clauses واش يقدروا يتحيضوا ولا لا موهنا فين كي كل مشكل علاش في اللوول كان الفاصيلات عاطين كذو الرسترك دير هم بين بين جوج ديال الفاصيلات هنا ما دير نش لنا الفاصيلات نهائيا حنا اللي هاد نديرو محنا اللي غنحددو هيا ضرورية ولا لا ومن نفهم الجملة غادي تفهموا أنا عندي نشوفوا a calendar is something which tells you the date اللي حيدنا which tells you the date يعني الكالندرية هي واحد الحاجة اللي تقول لنا لضت نحيد which tells you the date اللي تقول لنا لضت وخلي نغير a calendar is something الله is something فاش كنجي نقول لك الالكالندرية هو واحد الحاجة انت شنو لعقل تقول لك شنو كيت لنا الابجيكت كيت لنا شي حاجة اخرى شنو كملي الجملة اذا هنا كنلاحظ ان which tells you the date شي حاجة ناسية ساعدنا في الجملة باش تكمل لنا المعنان تاع الجملة اذا sorry اذا ما غندير هاش بين ما غندير هاش بين جوج ديال الاقوى try to score goals for their teams اذا strikers are soccer players يعني هما لاعبين جال كرة القدم بحال قلنا الهدافين لاعبين جال كرة القدم اللح بست no it's okay it's fine مفهومة يعني ما كيل لش نكمله who try to score are soccer players who try to score goals for their teams يعني are soccer players can be omitted تقدر تحييت the thumbs is a river that runs through london the thumbs is a river that runs through london هنا يلاقل تغير the thumbs is a river يعني بحال لك لك ريفر عنده سمية ديالته okay سميته هي thumbs مش مش كنت نقدر نحبز واي لك لك the runs through london هي معلومة اضافية ولكن مش نساسة باش تكملي المفهوم الجملة for cheese is food which mice like eaten اذا هنا عندي cheese هو الجبن is food هو مكلة نقدر نحبز هنا ويكن لازلت which mice like eaten يعني mice هو الفئران اللي عزيز اليوم كيأكلوا ضفت واحد المعلومة على cheese ماشي مهمة في هذه الجملة اذا احتى هي can be omitted a racket is something which you use to hear a ball هي ذيك الراكت يعني هنا ضرورية لانا ما نقدرش نحبز which ما نقدرش نحبز عند a racket is something يعني ضرورية ذيك المنور ها اذا ما كنت ديروش الفاصيلة six love is a feeling that nobody can describe نقدر نقوله فقط غير love is a feeling love الحب هو احساس صافي nobody can describe لتشي واحد ما يقدر يوصفو هذيك ما فقط كإضافة ازتيها لهذا الجملة لهذا هو الاخر انتاع هذا الدرس كنت من ان تكونوا فهمتو وإلا عجبكم الدرس ما تنسوش ضغط الفيديو ومتنسوش ضغط لجيم وإلا كتجداد فلاش شاين ما تنسوش تدروا سبسكرايب وايضا تفعيل الجرس بشوصلكم الجديد دائما وكالعادة شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله